الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحييكم دائما في قناتكم مع خبر جديد ونحاول دائما نكون السبقين يعني نحاول دائما التركيز ماذا يدور داخل الكاف ماذا يدور أصلا في الغرف المظلمة خصوصا في قضايا المتعلقة بالجزائر لا يهمنا ماذا يحدث في القضايا الداخلية داخل المنروك لكن ما يهمنا هو كيف ندافع عن وطننا في كامل الميادين بذلك قناتنا تسمى تحليل كل الميادين حال كل حد اليوم جئنا نطرق إلى قضية مهمة مهمة جدا نقدرنا فيديو سابقا ونددنا وقلنا ودائما ما نبقى ونكرع لأنه وضع الخريطة على القميص راه ممنوعة حتى وإن كانت يعني ما عندهاش علاقة ما عندهاش أبعاد سياسية ممنوعة أن تضع الخريطة على كل حال الحمد لله بفضلكم أنتم لدعمتوا كامل الفيديوهات وكامل من ندت ليس فقط في قناتي بل كل من ندت بهذه الخريطة الوهمية ولا يجب إعادة سيناريو نهضة بركالي أننا لن نسمح هذه المرة بحرمان أي نادي يعني يوصل للمومة يشربش يوصل نصف نهائي ويقصى عبثا يظلما وزورا بالرشوة بيانسير على العموم الحمد لله خرج الأبواق وقال لك الويدد الرياضي رح يلعب بنفس الخريطة وهو نصر دبلوماسي لأمروك وقلنا يا ناس الفشل الدبلوماسي على مستوى الأمم المتحدة ما ترجموش يعني كنصر على المواقع وعلى الأقمسة على كل حال لما شفنا هذا الشيء نددنا وقلنا وأكدنا بالقوانين والحمد لله رئيس نادي الويدد الرياضي المغربي يتبرأ مما يقول هو الأبواق وك أسكو شمها قارساك نحن نقول بالعاملية الجزائرية قال لك أنا لا لا ملعش بالخريطة ولا صح ما لابدوش وش رح صاري فقط الأبواق انتع هنا وهنا وهيه لأنه البارحة خلحت نصر دبلوماسي والويدد سيلعب بالخريطة وخرجوا قد حتى طبقة لكو تضنها على أنها عندها شوية معلومات سقياه الدمكيش اللي عنده في راسه أبواق 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 وفقط على كل حال كانوا يروجوا على أنه الويدد الرياضي المغربي راح يلعب بالخريطة رئيس الويدد الرياضي المروقي بعظمة لسانه في بيان رسمي يقول على أنه الويدد الرياضي المروقي لن يدخل منافسة كأس الكاف بالخريطة الوهمية بل سنلعب بقميصنا العادي لك لا ندري إلا معلابدوش وش رح صاري في الأبواق لأنه قلنا ماذا يعني ماذا يعني أن الأبواق متعكم راه يتهرون وتقول مصر الدبلوماسي مصر الدبلوماسي لما ترضخ أم المتحدة ودارة الجزائر ممنوع يعني ممنوع مصر الدبلوماسي لما تقنع الاتحاد الأوروبي بالتعامل معكم في قضية الصحراء الغربية ماشي الاتحاد الأوروبي أو بحكمة العدل الأوروبي لأكثر بعشرين دولة تقول لك خيرات الصحراء الغربية إن شاء الله هتكون حبة سربين ما تبيحاش ما نتعاملوش في هذا هو النصر لكن ثم بحكمة العدل قلت لكم أنه الصحراء الغربية ما تخدم ليش في خيراتها ويسكتو إسبانيا صحراء غربي ويسكتو الجزائر بلا ما نتكلمه بالإضافة من المتحدة اللجنة الرابعة قالت لكم من الحاق الشعب الصهراوي الحاق في تقرير المصير وهذا كله بيطر من الجزائر هذا هو النصر لو النصر ماشي انت يا يرحم بابك نصر دبلوماسي ترسمني في خارقة وتقول نصر دبلوماسي نعود للموضوعنا رئيس الويدات قلنا يتبرأ من هذا الكلام والآن الأبواق كيفاش تقابلوا الجمهورتعكم كيفاش تقابلوا كإعلاميين وفتحين قنوات في اليوتيوب فاتحين قنوات في التيك توك في التويتر أسلتو تويتر يموتوا تلويوا كتيبة هاو رئيس الويدات قال لك أنا يا مكش منها أنا عمري منويت نضع الخريطة وش شفت وتم تدوله فقط وفيديو ترويجي ترويجي شأن داخلي بيناتكم قنعوا بعضاكم مراركة بعضاكم بلني عادكم خريطة كاملة خارج داخل المروك نهبناش لكن ما تخرج على المروك وتقول وتفرض على الأشخاص آخرين على أنه لازم تحترف بهذا الشي بلعطوه شعب انتعكم اللي صار الغربية انتعكم سعنتم تمروا شوية نحو العيون رح يقصفوكم شعب الصحراوي لذلك تماموا الفيلم بل كذب كم لو كذبوا لكن ما تكذبوش على الهيئة الإفريقية والدول الأوروبي دول العربية ودول الإفريقية على أنه مصر ديبلوماسي لأنه أقول وأعيد وأكرر أنه رئيس الاتحاد رئيس الويداد الرياضي المروكي يتبرأ من هذه التصريحات ويتبرأ من هؤلاء الأبواق الذين قالوا على أنه سيدخل الويداد بقميص يضم الخريطة الوهمية يقول فيه على أنه حتى قضية يسري بوزوق أو يسري بوزوق يقول فيه على أنه أيضا تداول بللي هذا الجزائري بللي ما حبش يلعب بسكو في هذه الخريطة أيضا أنفى هذا الشيء هذا الرئيس وقالتنا أنه نلعب يعني عادي لو تلعب بهذا القميص يعني قميص العادي وجد الجزائر ستلقى ترحاب شعب الجزائري شعب رياضي لكن تخلطون السياسة بالرياضة فوالله أخطأتهم الاختيار أنه الجزائري بقدر ما عنده حسن الضيافة بقدر أنه ما يعرفش لعب مع الشعب لما يحترموش صراحة لذلك في نعيد ونكرر أنه رئيس الويداد الرياضي المروكي يقول يتبرأ من كمال التصريحات ويتبرأ من كمال الإشاعات خصوصا الخاصة بالأبواق المروكية وهذا النادي رح يدخل بقميص بدون خريطة في هذه المنافسات نقول بالتوفيق لأنديتنا والأحسن هو نفوس ومذابين الرياضة تبقى في إطار الرياضي لأنه كرة قدم لا تسمن ولا تغني من جوع فقط لا أدري إذا كان يؤخذ بعين الاعتبار أب لا بخصوص الشعب المروكي كرة القدم عمرها ما كانت يعني مفيدة يعني بشكل كبير في السياسة بمعنى أنه الفشل الدبلوماسي لا تغطيه كرة القدم وهذه هي السياسة لروية هجها فوزي لخجاع بأدوار المختلفة السياسية والرياضية يريد تغطية إخفاقاته السياسية لأنه هو المكلف بالمالية يريد إخفاء الفقر بالبلاعب وكأس إفريقيا وكان غير كان ملائم عليش بكأس إفريقيا وكأس العالم ولعبين والجزائر لكن كرة قدم تبقى كرة قدم كرة قدم لا تعبر حتى إذا كان أي منتخب هو الأول في العالم كرة القدم لا تعني تطور الشعوب كرة القدم لا تعني أنه بلد متطور يعني لو كان جات نمشو بهذا المنطق سمى اليابان رهي بلد متخلف يعني متخبه ما واش عالمي لذلك والله شعب مروكي يعني ما زلوا فقط يتبع فقط بالأبواق ومنوم إلى حد بعيد منوم يعني إلى حد بعيد بعيد جدا بالتفاهات بالعدوى الزائفة الذي يصورها النظام المخزاني لشعبه على أن الجزائر سوف تحتلونا والجزائر سوف تقصفونا عن طريق مؤثرين حركة جزائريين رغم وراء البحار وبالإضافة إلى الأبواق المعروفة كالسنابجي والسليمي وما شبه ذلك هذا كامل مستعملين من طرف النظام المروكي باش الشعب المروكي ما يدورش ويهدر على المشاكل التي عالي راهي داخل صراحة بل دائما عنده ذلك الفكرة وذلك الهوس على أنه في أي لحظة الجزائر سوف تحتلونا وشنغري حارة وجاب السخو 57 والجزائر يجاب السخو أسلحتنا قلناها مرارا وتكرارا أسلحتنا مراهيش لبلد كامل روك أو كمالي أو ما نشعرف هذو بلدان يعني لا يمكن المقارنة يعني سياسيا واقتصاديا وعسكريا لا أسلحتنا موجهة للدور العظمى يعني ما نقضيش أنا صاروخ بميزانية المروكي سنخسره على المروكي سراحة لذلك لا تسوق فكرة على أن الجزائر هي المشي مليحة الجزائر منذ الأزل مع الصحراء الغربية منذ الأزل مع القضايا التحرورية منذ الأزل مع القضايا الفلسطينية يعني ما يشب وريدة اللحظة باش تستثمروا في هذه القضية وتقولوا على أنه الصحراويين رام يستنسفوا في خيارة الجزائريين منذ متى الصحراوي جاد الجزائر وكانت عنده يعني عنده حسابات بنكية هذه كلها كذب في كذب من طرف النظام المروكي إذن نخرجنا شوية نوعا معي الموضوع نتمنى أنه الشعب المروكي يستفيق يوما ما لا أدري وفي الأخير نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته